موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الوري الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المشاهدون الأحباب نستأنف برنامج روضة العارفين العارفون قوم أخلصوا لله قلوبهم جد في السير إليه حتى نالوا مرتبة العارف ابن عاشر رحمة الله عليه حين ذكر في هواد التعرف ومبادئ تصوف السير وأداب السير وتكلم عن مبادئ التصوف الحق قال في الأخير يصير بذلك عارفا هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم رهبة وتعظيما وحبا وشوقا إلى الله فسالت هذه المشاعر حكما ومواعظ على ألسنتهم نزلنا نذكرها ونستحضرها الآن منارات للسائرين في طريق الصلاح الصلاح من الناس أيها السادة منهم الصالحون من الذي يصنع صلاحهم هؤلاء هي أحوال هي الحقائق الإيمان حين تمتزج بهم امتزاجا بحيث تترجم إلى أحوال دافعة إلى السلوك في شعاب الحياة السلوكات التي يكتب لها الاستمرار وعدم الانقطاع هي السلوك الذي ينبني على حال نذكر اليوم رباعية من رباعيات الصلاح عند الإمام الحسن البصري سألوه مرة يا إمام نراك تقيا نراك وارعا نراك صالحا الناس في قلق الناس في هم الناس في كذا أما أنت فالسكينة والوقار وهدوء البالي ما سر هذه السكينة ما سر هذا الصلاح قال الحسن البصري رحمة الله عليه ورضي الله عنه قال لأربعة أشياء هذه الأربعة هي التي اقتبسنا منها عنوان رباعية الصلاح أربعة أشياء الأولى علمت علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأننت عليه الثانية علمت أن عملي لا يقوم به أحد غيري فأنا منشغر به فأنا منشغر به الثالثة علمت أن الموت يأتي بغته فأنا أبادره أسارعه أما الرابعة يا إمام قال أما الرابعة أما الرابعة فعلمت أن الله مطلع علي أن الله يراني حيثما حللت وحيثما ارتحلت علمي بنظر الله إلي جعلني أستحي من الحياة الدافع إلى اجتناب ما نهى الله عن هذه الرباعية سنشرح كل ركن من أركان هذه الرباعية على حيث الأول قال الإمام علمت أن رزقي أو أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأننت عليه أنا في سكينة واطمأنان لا أحمل هم الرزق إنما أسلك أسبابه وسبله لكن لا أحمله هما وغما يعني اليقين في الرزق أيها السادة اليقين في أن ما كتبه الله لك لن تحول قوة في الأرض دون أن يصل إليك وأن الذي لم يكتبه لك الله لن يصل إليك هذا اليقين مورث للصلاح في شعاب الحياة هذا هي وما من دابة إلا على الله رزقها العقيدة في الرزق نحن نقرأ في حديث سيدنا رسول الله أن الواحد منا في بطن أمه يأتيه الملك فيفق فيه أربع كلمات منها ورزقه يكتب لك رزقك فالله ضمن لك الرزق وأمرك بأن تسعى وأن تسلك الأسباب من أجل الوصول إلى الرزق هذا اليقين يعني حين نقرأ حكمة ابن عطاء الله السكندري الذي يقول اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك ماذا يقصد ابن عطاء الله اجتهادك فيما ضمن لك هو لا يقصد بالاجتهاد أن تسلك الأسباب وطرق السعي إلى الرزق لا هذا مطلوب الإمام القشيري في الرسالة يقول في التوكل إن سيدنا رسول الله رسول الله كان التوكل حاله والسعي إلى الرزق سنته فلا نترك حاله لسنته ولا نترك سنته لحاله الحال هو يقصد ابن عطاء الله اجتهادك أي الاغتمام والاهتمام الزائد للرزق تبيت الليلة لا يغمض لك جفن تتلوغى في فراشك حملت هم وفي المقابل لم يذهب النوم من عينيك تذكر الآخر ولو دقيقة هذا أمر يحتاج منك إلى النظر اغتمامك هذا يقصد بالاجتهاد اغتمامك واهتمامك لمسألة الرزق ولم تهتم ولم تغتم دقيقة لأمر الآخر رغم أن الله لم يضمنها لك ضمن لك وطلب منك فأنت ترى مغتما في الأمر الذي ضمن لك غير مبال ولا مكترث ولا مهتم لأمر هو مطلوب منك هذا دليل على أن البصيرة قد انتمست البصيرة هي نظر القلب هي نظر القلب يعني لما نزل عز وجل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأظل سبيلا جاء سيدنا عبد الله بن أم مكتوم وكان رجل كف بصره فقالوا يا رسول الله رضيت بالعمى في الدنيا لكني لا أطيقه في الآخرة فأنزل الله قوله وإنها لا تعمل بصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدر أي البصيرة قال لكس بن عطاء الله هذا دليل على أن عين وإن كنت جيد البصر لكنك مطموس البصيرة بصيرة القلب إمرأة من الصالحات توفي زوجها في معركة تشهد فالنساء لواتي عادتهن الندب واللطم جاء جئنها يقولن لها يا فلان مات زوجك مات بعلك فمن يرزقك الآن فنظرت إليهم نظرة المتيقن بأن الرازق هو الله قالت لهم لقد عرفته تقصد زوجها المتوفى قالت لقد عرفته أكالا ولم أعرفه رزاقا فإن كان الأكال قد مات فإن الرزاق حي لا يموت هذا هو اليقين الله عز وجل أجر الرزق جعل زوجها سببا في وصول الرزق الذي كتب لها سلفا وسيجري الله عز وجل لها الرزق من طريق آخر ما دام الرزاق لم يموت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله هو الرزاق وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إذا سيدنا الحسن البصري وهو يتكلم عن المعاني التي أورثته الصلاح وأورثته السكينة والوقع والناس في غم وهم قال أربعة أشياء ذكر الأولى التي نراها أول ركن في رباعية الصلاة أو في مربع الصلاة قال علمت أي كيقول لك علمت يعني علما لا يتطرق إليه شك علمت علمت أن رزقي لا يأخذه أحد غيري فاطمأننت عليه حين غاب هذا المعنى من النفوس صارت للأسف ما يدين الرزق ما يدين السعي إلى الرزق مسبعة متهارشة كل قد كشف عن مخلب وذن استبيحة الأخلاق وتوسل الناس إلى المال بكل وسيلة وما ذاك إلا لضعف يقينهم في الرزق لهذا سئل أحد الصالحين يا إمام كثرة التعريف في التوكل ما هو التوكل قال أن لا تمد يدك إلى حرام هذا هو التوكل يقينك في أن الذي كتبه الله لك سيصلك حاجز بينك وبين الحرام إذن قال الحسن البصري علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فأنا مطمئن عليه وعلمت أن عملي لا يقوم به أحد غيري فأنا منشغل به وعلمت أن الموت يأتي بغته فأنا أبادره وعلمت أن الله مطلع علي فأنا أستحي منه هذه رباعية الصلاح شرحنا الركن الأول وهو اليقين في الرزق وسنشرح الأضلاع الأخرى فيما سيأتي من هذا البرنامج والله ولي كل توفيق وإلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى شكرا